اشتراك مع نظم الحمل بتخفف الحمل مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله اليكم الاحوال الجوية المتوقعة في البداية على صور الاقمار الصناعية بنلاحظ بداية تشكل الغيوم في منطقة شرق البحر المتوسط هذه الغيوم مصاحبة المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المنخفض الجوي هذا يصنف من الدرج الرابعة ومن الدرج الرابعة من حيث انتشار الامطار ومن حيث غزارة الامطار وسرعة الرياح وشدة البرودة والامطار ستكون باذن الله غزيرة وتشمل معظم مناطق المملكة الاماكن التي ستتعرض لهطول وتتأثر بهذا المنخفض الجوي هي باذن الله اول شيء تبدأ الهطول او يبدأ الهطول بعد منتصف هذه الليلة في المناطق الشمالية يمتد تدريجيا في ساعات الصباح الباكر من يوم الاربعاء الى المناطق الوسطى وتدريجيا يمتد ليشمل المناطق الجنوبية وايضا يوم الخميس تتوسع المناطق التي تتعرض لسقوط الامطار بحيث تكون الامطار يوم الخميس اكثر غزارة واكثر شدة واكثر انتشار لتشمل تقريبا معظم مناطق المملكة بحيث الامطار تكون غزيرة تؤدي الى جريان السيول في الاماكن المنخفضة وارتفاع منسوب المياه في الاماكن المنخفضة ايضا وحدوث بعض السيول والفيضانات وايضا الامطار تكون غزيرة وتسقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية خاصة المرتفعات الجنوبية من المملكة وتبقى هذه الوضعية حتى صباح يوم الجمعة بقى ظهر يوم الجمعة يميل الجو تقريبا او يخف الهطول تدريجيا بحيث تكون الاجواء غائمة جزئيا لكن تبقى الاجواء باردة وفرصة لسقوط امطار خفيفة احوال جوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة اجواء باردة لكن تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للغبار المؤدية الى تأدني مدى الرؤية الافقية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وايضا درجة الحرارة الصغرى الملموسة تلامس الصفر المئوي احوال جوية المتوقعة للثلاثة ايام القادمة يوم الاربعاء انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة هي حقيقة بدأت درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من نهار هذا اليوم امبارح يوم الاثنين كانت درجة الحرارة العظمى في عمان 21 درجة مئوية اليوم العظمى في عمان بحدود 16 لكن غدا الاربعاء بحدود 10 درجات مئوية اجواء يوم الاربعاء باردة غائمة ماطرة باذن الله وزي ما حكينا الامطار تبدأ في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية وايضا تشتد سرعة الرياح وتكون نشطة مع حبات قوية احيانا مثيرة للغبار والاتربة خاصة في جنوب وشرق المملكة العظمى المتوقع يوم الاربعاء 10 درجات مئوية والصغرى 5 درجات ايضا الاربعاء بالليل اجواء باردة وغائمة وماطرة يوم الخميس انخفاض اخر واضح كبير على درجات الحرارة اجواء باردة بامتياز غائمة ماطرة ايضا بامتياز نتوقع يوم الخميس اجواء ماطرة بغزارة الامطار تكون مصحوبة بالرعد والبرق والبرد احيانا ويرتفع منسوب المياه خاصة في الاماكن المنخفضة مساء يوم الخميس وحتى منتصف ليلة الخميس على الجمعة هناك فرصة لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وهو حيث تتأثر المملكة بالجزء الابرد من الكتلة الهوائية الباردة والمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة واذا فترة تساقط الثلوج هي فترات قليلة ما بين 3 الى 6 ساعات اكثر المناطق التي تتعرض هي لتساقط الثلوج هي المرتفعات الجنوبية من المملكة وبقية المرتفعات مثل المرتفعات الوسطى والشمالية ايضا تتعرض لتساقط الثلوج لكن المناطق الجنوبية بشكل اكثر يوم الجمعة تخف شدة الهطول تدريجيا تصبح الاجواء غائمة جزئيا الى غائمة الاجواء باردة تسقط الامطار الخفيفة باذن الله على فترات والعظم المتوقع ثمن درجات ويوم الجمعة بالليل ايضا اجواء باردة وغائمة جزئيا مع فرصة لسقوط امطار مختلفة الامطار بتكون عادة خفيفة يوم الجمعة ملخص الاحوال الجوية المتوقعة اذا نتوقع ان تتأثر المملكة يومي الاربعة والخميس وحتى صباح يوم الجمعة بمنخفض جوي من الدرجة الرابعة وصنفنا من الدرجة الرابعة نتيجة شدة الامطار وكمية الامطار وغزارة الامطار وسقوط الامطار على معظم مناطق المملكة باذن الله وحدوث الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وايضا الرياح الشديدة السرعة واللي بتكون مع حبات قوية احيانا اذا زي ما حكينا امطار غزيرة ورياح قوية عشان هيك كان هو تصنيفه من الدرجة الرابعة ايضا تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية لكن لفترات محدودة ما بين ثلاث الى ست ساعات ما بين مساء يوم الخميس وحتى منتصف ليلة الخميس على الجمعة وهذه اذا هي ثلوج لساعات قليلة هناك بعض التنبيهات والتحذيرات ترافق ونرجو من الجميع الانتباه الها اول شيء الانتباه والحذر من جريان السيول في الاودية نتيجة الامطار الغزيرة في معظم مناطق المملكة ونرجو من الجميع ايضا القيادة بحذر في الطرقات الصحراوية نتيجة الغبار وتدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احيانا وايضا من تدني مدى الرؤية الافقية في المناطق الجبلية نتيجة وجود الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض وايضا من حدوث بعض الانزلاقات خاصة عصر يوم الخميس ومساء يوم الخميس وليلة الخميس على الجمعة نتيجة تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية ايضا نرجو من الجميع تثبيت المقتنيات الخارجية نتيجة شدة سرعة الرياح اعزاء المشاهدين نتمنى للجميع السلامة ومن طقس العرب نحييكم والى اللقاء